بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المستهل استكمالا لما بدأناه في المحاضرة السابقة وهي انقضاء الشركة إذا تحقق سبب من أسباب انقضاء الشركة سواء كان سبب من الأسباب العامة أو سبب من الأسباب الخاصة ما الذي يترتب على انقضاء الشركة؟ يترتب على انقضاء الشركة أول شيء تصفية الشركة ثانيا قسمة أموال الشركة ثالثا شهر انقضاء الشركة رابعا التقادم ودعونا نتحدث عن كل أثار من هذه الأثار بشيء من التفصيل أولا تصفية الشركة المقصود بتصفية الشركة يقصد بالتصفية مجموعة العمليات التي تهدف إلى إنهاء أعمال الشركة وتسوية كافة حقوقها وديونها لتحديد الصافي من أموالها لقسمته بين الشرقاء والأصل أن تتم أعمال التصفية طبقا لما هو منصوص عليه في عقد الشركة لكن ما الحكم إذا خلى عقد الشركة من أحكام التصفية؟ في هذه الحالة وجباء اتباع الأحكام الواردة في نظام الشركات ومع أن الأصل أن انقضاء الشركة يؤدي إلى زوال الشخصية المعنوية للشركة إلا أن إتمام عملية التصفية يتطلب احتفاظ الشركة بشخصيتها المعنوية خلال فترة التصفية لذلك تمتد شخصية المعنوية بحكم القانون إلى فترة ما بعد التصفية فاحتفاظ الشركة بشخصيتها أثناء التصفية تبرزه الضرورة العملية من ناحيتين الناحية الأولى أن التصفية تتطلب اتخاذ بعض الإجراءات كإنهاء أعمال الشركة وتسوية حقوقها وديونها مما يستوجب بقاء الشخصية المعنوية للشركة ثانيا منع شيوع ملكية أموال الشركة بين الشركاء حيث أن الشيوع يعطي دائن الشركاء الشخصيين الحق في مزاحمة دائن الشركة عند التنفيذ على أموالها ويلاحظ أن احتفاظ الشركة بشخصيتها المعنوية خلال فترة التصفية يكون بالقدر اللازم لإتمام عملية التصفية كيفية تعيين المصفي وعزله المصفي هو ممثل قانوني للشركة باعتبارها شخصا معنويا شأنه شأن المدير فهو ليس وكيلا عن الشركاء ولا دائن الشركة وهناك قواعد خاصة بتعيين وسلطات المصفي فإذا خلع عقد الشركة من طريقة تعيين المصفي يقوم بالتصفية مصف واحد أو أكثر من الشركاء أو من غيرهم يعينهم الشركاء أو الجمعية العمومية وفي حالة عدم اتفاق الشركاء على تعيين المصفي أو في حالة صدور حكم ببطلان الشركة أو حلها من الجهة القضائية المختصة فتعين هذه الأخيرة المصفي وتحد السلطاته ومكافآته ويعتبر المديرون وأعضاء مجلس الإدارة بالنسبة للغير في حكم المصفين إلى أن يتم تعيين المصفي ويتم عزل المصفي بذات الطريقة التي عين بها سواء عين بالأغلبية أو بالإجماع ومن قبل ذات الجهة التي عينته ويجوز عزل المصفي بحكم قضائيه ما هي سلطات المصفي؟ سلطات المصفي يحددها عقد الشركة أو قرار تعيينه وتكون جميع أعماله وتصرفاته صحيحة وملزمة للشركة طالما أنها في حدود السلطات الممنوحة له ويمكن إجمال سلطات المصفي فيما يأتي واحد شهر القرار الصادر بتعيينه والقيود المفروضة على سلطاته وذلك بطرق الشهر المقررة لتعديل عقد الشركة ثانيا جرد كافة أصول الشركة وخصومها خلال سلاسة أشهر من مباشرته لعمله ثالثا استفاء مال الشركة من حقوق وسداد ما عليها من ديون واحتجاز المبالغ اللازمة لسداد الديون الآجلة أو المتنازع عليها رابعا تحويل موجودات الشركة منقولا أو عقار إلى نقود عن طريق البيع بالمزاد أو الممارسة خامسا لا يجوز له أن يبدأ أعمالا جديدة للشركة إلا ما يكون منها لازما لإتمام أعماله السابقة وبعد ذلك إعداد ميزانية وحساب أرباح وخسائر وتقريرا عن أعمال تصفيته وتقديم حساب ختام عند انتهاء التصفية وأخيرا إشهار التصفية بطرق الشهر المقررة لتعديل عقد الشركة بعد تصديق الشركاء أو الجمعية العامة على الحساب الختامي وبذلك تنتهي أعمال مصفة وتبدأ عملية قسمة أموال الشركة وللحديث عن قسمة أموال الشركاء نتحدث أنه بانتهاء التصفية تزول الشخصية المعنوية للشركة وتتم قسمة صافي أموال الشركة بين الشركاء ويقوم بهذه القسمة عادة المصفي ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك وتتم القسمة وفقا لما هو مبين في المدة 225 من نظام الشركات على النحو التالي أولا باستثناء الشريك الذي قدم عمله كحصة في رأس مال الشركة يحصل كل شريك على نصيبه من أموال الشركة حين التصفية بما يعادل قيمة حصته في رأس مال الشركة ثانيا إذا بقي بعد ذلك شيء فائد التصفية فهي أرباح يتم توزيعها على جميع الشركاء كلا بنسبة نصيبها كل منهم في الأرباح ثالثا إذا لم يكفي صافي أموال الشركة للوفاء بحصص الشركاء فهذا يعني أن هناك خسارة ويتم توزيعها بين الشركاء بحسب النسبة المقررة لتوزيع الخسائر ثم يقوم بعد ذلك المصفي بشهر انقضاء الشركة فبانتهاء أعمال التصفية وزوال الشخصية المعنوية للشركة وإتمام قسمة أموال الشركة يقوم المصفي بشهر ذلك وتبدأ مدة تقادم قصير مدتها ثلاث سنوات من تاريخ شهر انتهاء التصفية فلا يجوز بعد ذلك أن تسمع دعوة قضائية بعد مرور فترة السلاث سنوات ناشئة عن أعمال الشركة وهذا التقادم المانع يمنع من سماع الدعوة وإن كان يهدف إلى حس الدائنين على المطالبة بحقوقهم في الوقت المناسب وكذلك حماية الشركاء من المطالبات التي تتأخر ولا تتفق مع مقتضيات التجارة إلا أنه لا يعني سقوط الحق وإبراء زمة المدين إنما يعني سقوط الحق في المطالبة بالدين قضائيا لذلك يتم سماع الدعوة إذا أقر المدين بما في زمته من دين حتى لو انقضت فترة التصفية اشتركوا في القناة